طائر الزيت الكاريبي هو النوع الوحيد في جنس طائر الزيت وفصيلة طيور الزيت طائر يسكن الكهوف في المناطق الاستوائية في شمال أمريكا الجنوبية وهي طيور غير مهاجرة تمتاز طيور الزيت بريشها الأحمر المائل إلى البني المنقط بالأبيض ويتراوح طول مكتمل النمو منها ما بين ثلاثون وخمس وأربعون سنتيمتر تكون صغار طيور الزيت ممتلئة الجسم بصورة غير عادية وتحتوي على كمية كبيرة من الدهن الزيتي كانت تقتل من أجله بواسطة الناس الذين كانوا يستخدمون الدهن للإنارة والطاهي وهي طيور غير مهاجرة من الصفات المتميزة الجناحن والذيل طوال والأرجل صغيرة وضعيفة غير حرشفية أما الأصابع طويلة والمخالب حادة والمنقار قصير ومنحني للأسفل والذكر والأنثى متشابهان السلوك والغذاء تقضي طيور الزيت وقتها جاثمة أو طائرة وذلك لأن أرجلها ضعيفة لا تقوى على المشي وتنشط ليلا وتقتات كثيرا على ثمار النخيل وأشجار الغار تبني طيور الزيت أعشاشها من الحبوب وفضلات الطيور على قمم الصخور أو الجبلية في أعماق الكهوف ويهتد طائر الزيت إلى طريقه داخل الكهوف بالصدا حيث يصدر الطائر أصوة حادة فيرتد صداها فتدل الطائر إلى أين يطير كذلك يصدر الطائر صرخات عالية للنداء في الليل موسيقى موسيقى